بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم I will recite a portion of Surah Al-Kaf today and afterwards I will tell you a story from the portion that I recited أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في ضطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اجعلنا الأمر الآن سأريك مزيدة في صحاولا فعلى شكرة سرعة في قنة ربي لقد أخبروا الله عزيزي وطرقوا الله عزيزي وطرقوا الله عزيزي كان يكون مريضاً على ربي كما قال الله عزيزي وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قل سأتلو عليكم منه ذكرا His name is Dhul Qarnayn, the man of two horns. He had so much power and authority that his kingdom reached almost the whole world. So in this story, Allah described one of his journeys. Dhul Qarnayn traveled and reached to the place where the sun sets in a marky water in the west. There was a very hot and muddy lake. He conquered the land over there. Then he traveled and reached to the east where the sun rises. Over there, he met a group of people. He conquered the land as well. Then he continued his journey and reached a passageway between two mountains. He saw a group of people who could not speak to him. And Allah subhanahu wa ta'ala says And Allah subhanahu wa ta'ala says The people were cut off from the civilization and used sign language to tell Dhul Qarnayn two groups of people, Yajuj and Majuj and some of you may already know in biblical context they are referred to as Gog and Magog were doing a great deal of mischief in the land. So the people asked Dhul Qarnayn to build a wall between the two mountains. So Dhul Qarnayn built a huge wall made of pieces of iron and copper between the two mountains. Therefore, Yajuj and Majuj were trapped within and they could not scale it or dig through it. Then Allah subhanahu wa ta'ala says قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا This is the mercy of our Lord that we are protected from the mischief of Yajuj and Majuj. But this will not last for long. There will be a time in the future near the Day of Judgment when this wall will be taken down to the ground. And remember, this is the promise of our Lord and the promise of our Lord is ever true. وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذْنِ يَمُوْجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا Yajuj and Majuj will break through the wall like huge waves coming on top of one another. Take a moment and imagine how in the vast ocean, huge waves topped by even bigger waves. It will be similar to that. Yajuj and Majuj will cause unimaginable mischief and atrocity to this world. But don't worry. Our Lord is Ar-Rahman Ar-Raheem, the Most Merciful. He will destroy them all and wipe them out of this land. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from that day. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to not test any one of us beyond our scopes. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make our iman stronger and firmer. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to overwhelm us with His mercy and forgive us for any of our shortcomings and mistakes. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته IKIV, Call of Peace, Save Humanity.